فريق العمل والشركة اللبنانية بتوصلوا معكم دكتور أبو علي فيه سياق مشابه أو متصل مستشار الملك السعودي يهدد علنا بغزو قطر مدعيا بأنها تمس بأمن المملكة هل هذه المبررات مقدمة وتبرير لغزو قطر؟ وهل سيقف الأمريكي موقفا المتفرج هنا؟ مثل ما قلت لتش أنا قلت أن أمريكا لم يقول معلمي لم تستعرض قواتها أتى ترام بعد ثلاثة شر من كلامي ستستعرض قواتها من أول ما خلقت أمريكا لم تستعرض قواتها أنا أقول للأمير القطري الشيخ تميم مع احتراماتي إلى وتحياتي لأنه رجل لا يضام عنده أحد هذه يكفي حتى لو كان وهابيا ولكن لا يضام عنده أحد أقول له درب شعبك على الموت إن شاء الله ما يقدرون يغزونكم ولكن هذه فكرة راح أقول لك كلمة إن الأمريكي وعدك وأضلك لأنه وعد الأكراد سيدافع عنهم وسلمهم إلى الأكراد ليمحقون بهم وليسحقونهم سحقا ناعما أنت إنما يهادنك ويريد غزوك دكتور تعتبر هذه لعبة أمريكية لتضرب على قطر؟ أبداً كن على بينا يا شيخ تميم أنا قلت لكم جيبوا ودوا لي واحد ما تردون أنا الغيركم ودوا لي الغيركم أجوني بس أنا ممنوع أحكي لأنه يقولون لهم مثلا غير مبرع للذن ما تحكي ما يجوز أنا ما أقدر أحكي ترى أنا لما يخلص الواحد يلا أحكي أنا أقول منه أجاني عرفت كيف؟ أنا أقل لك عليكم أن ترسلون إلينا أحد الناس أعلمكم شيء يقيناً لو اجتمعت السعودية بكل ما تملك من قوة لن تصل والله إلى بابكم شكراً للمشاهدة